وقع بمحافظة شبوى على عقد توريد أجهزة فحص الأنسجة والخلية بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بالمحافظة بتمويل من الأشقاء في دولة الإمارات وبلغت الكلفة الإجمالية للعقد 65 ألف دولار ويتضمن كافة الشروط الفنية والقانونية لهذه الأجهزة الطبية الحديثة واشتراط مدة توريدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع وأشهد وكيل شبوى الدكتور عبد القوي لمروق بمواصلة دعم دولة الإمارات للقطاع الصحي بالمحافظة لافتا بدوره في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المرافق الصحية بالمحافظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر